التبرير هو عبارة عن آذار يضاها الإنسان لنفسه من أجل أن يخفف من الحدة القلق الناتج عن السلوك الخاطئ اللي يقوم فيه مثال، واحد يدخن كثير فلما يقول أنت تدخن واجد يقول عادي، كثير من الناس يدخن ولا جاه شيء وإنسان ثاني يتعاطن مسكرات أو المخدرات أو يقوم بسلوكيات خاطئة فلما تجي تقول أنت قاعد سوي سلوك خاطئ يقول كل الناس مثلا تشرب خمور أو كثير من الناس تتعاطن مسكرات وما جاه شيء واحد يتخرى عن دوام يقول أنت تخرى عن دوام كثير وهذا خطأ يقول كل الناس أو كل الموظفين أو فيه كثير من الناس تخرى عن دوام ولا جاهم شيء هذا التبرير، التبرير يقوم فيه الإنسان من أجل أن يبرر سلوكياتها الخاطئة من الناحية النفسية التبرير يفيد الشخص بأنه يخفف القلق عند الإنسان لفترة بسيطة ولكن فيما بعد يقوم الفرد بنفس السلوكيات الخاطئة هذه ويرجع يرتفع عند القلق وعلى شان يخفض القلق يقوم بعملية التبرير وهكذا علماء النفس يصنفون التبرير بأنه من الحية الدفاعية النفسية الخاطئة اللي المفروض الإنسان يعني ما يقوم فيها التبرير يختلف عن الكذب، الكذب الإنسان يكذب فيه على الآخرين بينما التبرير الإنسان يكذب فيه على نفسه فأنا أنصح أي شخص يقوم بعملية التبرير كثيرة يراجع سلوكيات الخاطئة اللي هو يسويها ويحاول يصحح هذه السلوكيات ويبتعد عن أي سلوك خاطئ ممكن يضره من الناحية النفسية أو الجسدية أو العقلية أو الدينية إلى آخره ويكترك عنا التبرير أمان الله